أهلا بحضراتكم من جديد التحول الرقمي السريع والثورة التكنولوجية الضخمة اللي غيرت حياة البشرية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي أجبرتنا إن خلاص آن الأوان بقى إن احنا نتعامل مع الأونلاين إن هو يبقى الوسيلة الأساسية في التواصل والتعلم والحقيقة إن وزارة التربية والتعليم على وعي تام بكل التغيرات دي وده خلها تطور نظامها التعليمي وترتقي بأداء المعلم اللي يعتبر أهم عنصر في عملية التطوير وده بيتم بالفعل من خلال مشروع المدارس المفتوحة اللي بتبني وبتتبنى قدرات المدربين المعلمين بتصميم وإنتاج وتنفيذ المحتوى عبر الإنترنت بالإضافة كمان للمركز الوطني للتعلم عن بعد اللي بيساعد في تطوير المهارات لدى المعلمين هنعرف تفاصيل أكتر عن ملف تطوير المعلمين ودور المدرسة المفتوحة والمركز الوطني من الدكتور حجازي إبراهيم مستشار وزير التربية والتعليم للتعلم مدى الحياة منوارنا في ستوديو نقطة نظام منوار الدين الدكتور مرحب بكم مسألة تعليم المهارات التكنولوجية للمعلمين أعتقد أنه ده شيء مهم جدا أنه دي لغة الطلبة ولغة العصر بشكل عام صحيح إزاي أخدتوا داف الحسبان وإيه المناهج اللي بتقدم علشان نقدر أن احنا نحصل بسرعة لأنه المهارات التكنولوجية كثيرة ومتجددة طول الوقت صحيح طبعا يعني هذا يتناغم المشروع المدارس المفتوحة المدعومة تكنولوجيا مع جهود وزارة التربية اللي بدأت يعني من سنوات بدليل أن احنا يمكن في فترة كورونا مصر كانت من أقل الدولة تأثرت في التعليم بكورونا لأن الوجود بنية تحتية والوجود الانسعادات في هذا التعقق قبل كورونا يأتي هذا المشروع اللي المفتوحة ينفذ في ثلاث دول أسيوبيا وغانا ومصر ومدعوم من ماليا من هواوي طبعا تابعا للصين واليونسكو هذا المشروع طبعا لا نقول هو الجهود الوحيدة اللي بتقوم بها الوزارة هناك جهود جبارة لدى الوزارة بدليل أن حتى اليوم مثلا لو اسمعنا خبر أن التابلت بيقدم في 15 محافظة يعني لو ذهبنا في كل قرانة تجد التابلت موجود لدى الطلبة خاصة في المرحلة السنوية فهذه جهود مستمرة فعندما نركز على هذا المشروع له خصوصية معينة أنه له ثلاث محاور المحاور الأول بناء بنية تحتية استوديو لإنتاج محتويات تعليمية ومنصات رقمية وكمان بناء قدرات وكذلك إنشاء محتويات الجهة اللي احنا نتعاون معها هي أكاديمية المهنية للمعلمين وهذه الأكاديمية المهنية للمعلمين مؤسسة طبعا مصرية تابعة لغزارة التربية بمفروض تقدم معايير وكفايات وهي التي تشرف على ترقيات المعلمين وهي تبني قدرات المعلمين يعني حتى من يجل رقم معلمين بيتدرب المعلم في الأكاديمية ثم يدخل امتحان ثم إذا قاز هذا الامتحان بيرقع دول اللي بيدرسوا فيها دكتور داكاترا أكاديميين طبعا طبعا أكاديمية مهنية للمعلمين مؤسسة مصرية يعني لها فروحة في كل المحافظات وموجودة طبعا في قرب هنا من 6 أكتوبر في مدينة التعليمية هذه المؤسسة طبعا احنا قلنا لازم تكون هي المستقبلة لهذا المشروع لأن نكون هي مؤسسة متخصصة في وضع معايير وكفايات المعلمين وتشرف على الترقيات وتطبط ضبط الجودة في مجال المعلمين فكان لابد تكون هذه المؤسسة هي التي تستقبل هذا المشروع لبني قدرات المؤسسة نفسها لأن بها طبعا بها كادر كبير من كلهم بيتش دي وماجستير ومؤهلين كمان أنحنا بنقوم نصة هذه لها منصة رقمية موجودة فكان دورنا لابد أن نحسن ونحزز قودة هذه المنصة لتكون لتبادل التقارب وتبادل الخبرات ونعمل حاجة اسمها الكميونيتيو براكتس الكميونيتيو براكتس يعني مجتمعات المؤرسة المهنية بمعنى أني أنا ليه ما أشركش كل المعلمين مثلا معلمي العلوم، معلمي الرياضات، حتى معلمين في مصر ليه ما يكونش يشتركوا في مؤرسة مهنية يعني أنا مثلا ليه تقربة في أسوان مثلا كمدرس لماذا لا أشاركها في تقربة من المنوفية وهكذا يعني ده عبر النيت آه عبر النيت والموقع بتاع المنصة نحن دورنا بقى يعني يعني مع البحث كان لابد أن نقوي هذه المؤسسة لتقوم بهذا العمل يعني هذا الجزء من المشروع يعني إعادة تنظيم منصة الرقمانة أو الرقمية لهذه المؤسسة الأكاديمية نحن دورنا شغلين عليها لوجستيا وشغلين عليها برضو قدرات فنية يعني دكتور حجزة أنا آسف يعني إيه الأول يعني إيه التعليم مدى الحياة آه حاضر تعلم مدى الحياة ده مجال كبير هي طبعا رؤية رؤية التعلم مدى الحياة يعني من ثقافتنا حتى العربية احنا بتعلم من المهد إلى اللحد التعلم مدى الحياة طبعا رؤية بدأت تاخد يعني منحة عالمي كبير واللي احنا برضو بنحاول في مصر يعني نواكد نواكب هذا تعلم مدى الحياة معناها لا يتوقف التعليم عند مرحلة سنوية يعني نسميه احنا يعني بيوند الطايم و بيوند الإيج يعني ليس للتعليم سن معين نهاية نهاية معينة فالإنسان يتعلم طول حياته و بيوند الطايم نفسه يعني ما فيش حاجة اسمها التعليم في المدرسة التعلم يحدث في النادي يحصل في الكنيسة يحصل في المسجد يحصل داخل الأسرة التعلم لا يقتصر من الكبير للصغير و من كبير للصغير يعني نسميها لايف لونج و لايف وايد لايف لونج يعني ممتد لايف وايد أنه ليس له مجال علمي فقط شيء من عنده يعني ممكن يكون صحي ممكن يكون بيئي واحنا برضو في هذا الإضار بنبني ورقة سياسيات للتعلم مدرحياه عشان الناس تفهم ما معنى التعلم مدرحياه و تطبقه بمعنى حتى في بعض الدول بتشترك أربع وزارات مش وزارة التربية وزارة التربية و وزارة الصحة و وزارة البيئة كلهم بيشتركوا في منصات عديدة لتعلم تعلم الأسرة تعلم الوالدين تعلم يعني هذا موجود عندنا بس التحدي عندنا كله يعني مبعصر مش ملموم بسياسة موحدة فده اللي احنا بنحاول برضو نؤسسه بجانب آخر يعني فلسفة التعلم مدرحياه طيب وحبين نعرف بقى دكتور بعد إذن حضرتك تفاصيل أكتر عن المركز الوطني للتعلم عن بعض وحبين نعرف بقى دكتور